في منطقة ويست سوسكس جنوبي إنجلترا تواجهت الشرطة مع نشطاء بيئيين والسبب هو استخراج الغاز الصخري قرب قرية بالكومب وقد أعلنت شركة كوادريلا وقف عمليات الحفر في الموقع بعدما توعد النشطاء بمهاجمته وتلبية أيضاً لأمر الشرطة بتعليق الحفريات فمئات النشطاء يستعدون للتخييم قرب الموقع اعتراضاً على أعمال الحفر وأبناء القرية باتوا يخشون من أن يقوم النشطاء بأعمال تخريب بدأت القرية تمل من التظاهرات ورسالتنا واضحة جداً إن كنتم تنون القيام بأعمال غير شرية في قريتنا كما هو واضح فلا نريد وجودكم هنا كيف يتم استخراج النفط الصخري؟ الخطوة الأولى تقضي بالحفر عمودياً ثم لنعطاف بأداة الحفر أفقياً لمسافة كيلومترات والهدف هو بلوغ التصدعات الدقيقة في الصخور بعضها يقل عرضه عن مليمتر واحد وهنا تكمن جزيئات الغاز المحصورة منذ ملايين السنين ويؤدي ضخ المياه والرمل والمواد الكيمائية في الصخور على أنبوب الحفر إلى توسيع التصدعات وتدفق الغاز إلى سطح الأرض الغاز الصخري تحول إلى مصدر رئيسي للطاقة في الولايات المتحدة منذ بداية القرن الحالي حيث أحدث ثورة في مجالها لطاقة في العام 2000 كان الغاز الصخري يشكل واحداً بالمئة فقط من إنتاج الولايات المتحدة للغاز بينما تتوقع الحكومة الأمريكية أنه بحلول العام 2035 سيشكل الغاز الصخري مصدراً لحوالي نصف احتياجات الولايات المتحدة للغاز وتجزم بعض الدراسات أن ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وكندا سيحد من قدرة روسيا ودول الخليج على فرض أسعار عالية للغاز يقول معارضو استخراج الغاز الصخري أنه يؤدي إلى تلويث المياه وإلى أضرار بيئية جمة ويضيف المعارضون أنه يتسبب بهزات أرضية خفيفة ولا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان استخدام الغاز الصخري يزيد أو يقلل من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري كما ينتقد بعض العلماء لاستهلاك المتزايد للمياه في استخراج الغاز ويحذرون من تلوث المياه الجوفية بسبب الكيماويات المستخدمة في عملية الاستخراج قد يكون الغاز الصخري أدى إلى انقفاض تكاليف الاستهلاك المنزلي للطاقة في الولايات المتحدة وشجع دولاً عدة على استخدام نفس التقنية إلا أن الجدل بشأن ضرره بالبيئة لا يزال مستمراً جاتراليل بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر